وثيقة النظام الجزائري العصابة في الجزائري هاي الوثيقة الوثيقة دمون ديكس راديسيان دلالجيري ألان كونتر دد هنا مراد نيل سيزوت من نفسان سوستان طلب تسليم الجزائر تقوم بطلب تسليم دد مراد دهينا المولود في ستة أوت الفتسعمية واحد وستين وتأتي فيما بعد الوثيقة هاي سفارة الجزائر في بيرن سفارة الجزائر في بيرن تلخص الوثيق اللي رسلينهم اللي رسلهم ما يسمى بالنائب العام وقاضي تحقيق سنذكرهم الآن ملخص هذه الوثيقة ملخصها لعنبساد الاريفيبليكا الجيريان والله هذه الرسالة الأولى لعنبساد الاريفيبليكا الجيريان الوثيقة 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 بيرن دينامي مراد هناني عن تلخص الوثيقة 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 تلخص الوثيقة 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 منظمة ارهابية تهدف إلى المساس بأمن الدولة وحرمة التراب الوطني هذا هو ملخص تهمة هذا فقط يعني هذا مرد هنا المولود في ستاوتا 1961 هو ارهابي وهو منتمي لجماعي ارهابية وهو يهدف إلى ضرب أمن الدولة وضرب التراب الوطني ويستخدم في ذلك تكنولوجيا المعلومات والهدف أساسا هو نشر الرعب في وساط الشعب الجزائري بها كذا دعونا قبل أن نكمل السخافات والسفهات والتفهات الموجودة هنا وهي كثيرة رح نقرأ لكم بعضها من هو هذا مرد هنا بالتأكيد بعضكم يعرفه وبالتأكيد قد لا يعرفه بعضكم وهذه طبيعة الأشياء فالناس لا تعرف كل الناس في كل الوقت دعونا نروح كملخص نتحدث من هو هذا مرد هنا الذي تتهمه الطغمة الحاكمة اللي يسموها الحكومة الجزائرية بأنه يريد نشر الرعب في وسط الشعب الجزائري وأنه يستخدم التكنولوجيا المعلومات والأنترنت من أجل ضم أشخاص لجماعة إرهابية هدفها ضرب أمن الدولة والمساس بحرمة التراب الوطني باختصار نحن اعتمد على وثيقة كان اكتبها أحد إخواننا مش مراد مراد كان يومها في السجن في فرنسا هذه الوثيقة كان اكتبها أحد إخواننا الأفاضل في لخص فيها من هو مراد هنا وكانت هذه الوثيقة في 2012 لكنها طبعا تبقى صالحة ورح نكمل ما جاء بعد 2012 باختصار بسيط مراد هنا بالفعل كما تقول العصابة في الوثيقة مولود في 6 أوت 1961 ربما هذا هو الشيء الوحيد صحيح في هذه الوثيقة تعالعصابة التي رسلتها السويسريين والطالب فيها بمراد هنا لماذا حتى الاسم غالطين فيه لأنه هنا يقولوا مراد هنا وفي مرات أخرى يكتبوا مراد بند هنا بمعنى أنهم حتى في الاسم في الوثيق رسمية غلطين فيه يسموه بند هنا لكن هو في الحقيقة اسمه مراد هنا ومراد هنا من موليد بليدة هذا أيضا صحيح وهو في أصله من لغوات معروفة عائلة دهينة هي من العائلات الكبيرة في اللغوات ومن العائلات المعروفة بنضالها تاريخيا فمثلا والد مراد كان عضو في حزب فرحات عباس قبل أن ينضم إلى جفهة تحرير والد محمد رحمه الله توفى سنة 2000 لم يحضر مراد لا جناسته ولا تفينته لأنه مراد ممنوع من دخول البلاد منذ 30 عاما واللي رب مراد مراد ولد عندما كان عندما ولد مراد كان والده في السجن لأنه كان آنذاك من ثوار الجزائر فكان مسجون عند الاستعمار الفرنسي فاللي رباه عندما ولد في 61 رباه عمه مراد ومراد عمه عمار وعمارد هنا كان قريب جدا من جمعية العلماء المسلمين وأيضا من أنصار جفهة التحرير في 79 حصل مراد هنا على شهادة الباكالوريا بعد 4 سنوات دراسة شعبة رياضيات في 79 حصل على الباكالوريا شعبة رياضيات وبعد 4 سنوات كانت أنا ذاك تسمى الماتيلام وكانت تدرس بالفرنسية بعد 4 سنوات كان حصل على ليسانس من باب زور ولأنه الأول على الدفعة دفعة 83 كان هو رقم واحد أنا ذاك الجزائر ما زال تمشي الأمور ما زال الأوائل إلى آخره الدولابوس فأعطاولوا خيروه ببورس فاختار أن يروح للولايات المتحدة وبالفعل ذهب إلى الولايات المتحدة يدرس عام لغة إنجليزية ما كانش يعرف الإنجليزية كان عايش في الجزائر وفي 84 يدخل يدير ماجستير يجيب الماجستير في عام واحد في 85 يحصل على ماجستير ونتيجة للتفوق انتاعوا سنة واحدة جاب الماجستير وهو الذي لم يكن يعرف اللغة الإنجليزية تعلمها في سنة وفي السنة الثانية جاب الماجستير أخذوا أو كان يدرس عند واحد من حاصلين على شهيدة أو على جائزة نوبل فنشوفوا الاسم هذا البروفيسور سامويل تينك سامويل تينك هذا أحد الحائزين على جائزة نوبل في الفيزياء طبعا مراد كان تخصه هو فيزياء وهنا يدخل ماجستير وثم دكتوراه بداية من 85 في الفيزياء النووية ويتخرج مراد هنا في ظرف سنتين فقط سنتين فقط يتخرج دكتور من أهم جامعة أول جامعة في العالم في التكنولوجيا في المجال التخصص التي هي الماشيست انستيت اوف تكنولوجي وهو كان تخصص فيزياء وكانت الفيزياء في هذه الجامعة جامعة الاماي تي مشهورة بهذا الاختصار تعتبر واحدة أو هي الأفضل عالميا أو واحدة حسب السنوات أو واحدة من الأفضل عالميا في التخصصات التي تدرسها بما فيها الفيزياء النووية إذن في 87 وهو عمره 26 سنة مراد هنا دكتور في الفيزياء النووية ومتخرج من أهم جامعة في العالم على الإطلاق في هذا التخصص ومن الذين درسوه أهلا واحد حاصل على جائزة نوبل السلام في 86 يعني في قبل ما يحصل الدكتور على العام تزوج مراد هنا من سيدة جزائرية هذه السيدة ستنجب له ستة أطفال وهي تقيم معه لحد الآن وتعيش معه وقد عاشت معه ظروف بالغة الصعوبة سنمر عليها سريعا لماذا نتحدث عليه الآن باش تعرفوا كيف هذا النظام يضطهد لا يكتفي بالطهاد الجزائرين في الداخل بل يجري وراء الجزائرين حتى في الخارج ويضطهد أحيانا عقول جزائرية كان ممكن أن تذهب بعيدا بالبلاد المهم في 87 يتقدم مراد بطلب إلى التدريس في سويسرا ويقبل مباشرة في أحد المراكز المهمة جدا في زيريخ ويبدأ للتدريس في أفريل 87 يبدأ التدريس أي مباشرة بعد أن نخلص شهادة الدكتوراء في هذه المدرسة الفيدرالية المتعددة التقنيات في زيريخ وتسمى اختصارا ETHZ في هذا الإطار تساهمات في الأعمال الجارية حول الكاشف أيلترو والمتعلقة بمصادر إلكترون بوزترون الكبير طبعا هذه الجامعة السويسرية المرموقة جدا تريد أفضل العقول فجلبته من الولايات المتحدة وبعدها مباشرة يقترح عليه أن ينظم للسيرن السيرن هو يقع في جنيف قريب جدا من الحدود الفرنسية وهو مشروع أوروبي فرنسي سويسري أوروبي وهو أفضل أو من بين الأفضل حسب التقديرات والتقييمات المراكز البحثية في الطاقة النووية وفي البحوث النووية طبعا يؤطى له أجر هائل مال كثير بشي حافظوا عليه لأن هذا السيرن يريد أن يأتي بأفضل العقول في العالم في تنافس كبير ما بين المؤسسات الأمريكية والأوروبية وبعدين التحقق بهم الصينية إلى آخرها فيعطى له أجر كبير ويدخل كباحث في هذا المركز في ذلك الوقت تأتي 5 أكتوبر 88 تنفتح الجزائري لحد ما بداية 89 ويبدأ مراد مع جزائريين آخرين من العقول الجزائرية المهاجرة في كيف نساعد البلاد ويبدأوا بالفعل في الاتصال بالطلبة بالأساتذة بإرسال بحوث بإرسال كتب طبعا أنا ذاك ما زال الأنترنت مكنش وهي محدودة جدا في مراكز مختصة معنى مكاش مش منتشر على شكل عالم ويستمر في ذلك ويدخل الجزائر وبطاعة الحال فرحة كبيرة مع بداية الحريات في 88 89 90 إلى آخره تقترح عليه بعض التنظيمات بعض الأحزاب أن ينضم إليها يرفض مراد يقول أنا رجل علم ورجل أريد أن أستمر في البحوث وأستمر مع احترامي لمن يذهب في طريق سياسة أو في طريق الأحزاب فليكن ذلك فالبلاد تحتاج بطبيعة الحاج دائما إلى أحزاب عندما تكون هناك حريات حقيقية لكن لن يطول هذا ما يوسى يعرف بالربيع الجزائري لن يطول كثيرا وفي 11 يناير يقوم كابرانات فرنسا الذين أصبحوا جنرالات يقومون بالانقلاب وتدخل البلاد في دوامة عنيف عنف وظلم وظلمات كثيرة ويعتقل عشرات الآلاف من الجزائريين ويوضع كثيرين منهم في الصحاري وآخرين في السجون وآخرين في التعذيب ويبدأ الناس يغادرون الجزائري مراد في هذه الحالة ما زال موجود يسكن في الجانب الفرنسي قريب من سويسرا على الحدود السويسرية ولكن يشتغل داخل هذا المركز سيرن يرفض مراد هنا هذا الانقلاب ويقول نحن ضد الانقلاب وأن هذا الانقلاب لن يذهب بالبلاد بعيدا ويبدأ في عمل يعترض فيه على النظام الجزائري ويجهد أن اللي رهم يعترضوا أساسا هم اللي كانوا أتباع الفيس أو أنصار الفيس فينضم للفيس بمعنى أنه لم ينضم للجبهة الإسلامية للإنقاذ إلا عندما حلت وسجن قادتها وبدأت البلاد في الكارثة أي انضم لها رجلة بالرغم من احترامه الشديد واحترامي أيضا الشديد لمن كانوا في الجبهة الإسلامية وغير الجبهة الإسلامية حسب قناعاتهم الناس عندها قناعة هو قال أنا انضميت ليس من أجل السياسة لأن هذا الحزب كان حل أساسا ولكن رجلة رفضا للظلم وللحقرة لمسة جزائريين فقد ذنبهم أنهم فازوا في انتخابات هذا بطبيعة الحال سيجلب له نقمة هو والكثيرين اللي كانوا يدافعون أو يعتارضون على الانقلاب سواء كانوا في الجبهة الإسلامية أو خارج الجبهة الإسلامية سيجلب لهم نقمة الراعي الرسمي والرئيسي غير المؤلن بطبيعة الحال وهو الحكومة الفرنسية خاصة مع وصول اليمين في مارس 1993 قبل مارس 1993 كانوا اشتراكيون كان ميترون هو الرئيس وكان الحكومة التي كانت آنذاك أعتقد أنه فيما بعد رئيسها انتحر لكن هزمت هذه الحكومة الاشتراكية وجاء ما يسمى بالحكومة يمينية مع رئيس اشتراك وجاء بلادير كرئيس حكومة وخاصة باسكوا العنصري الإجرامي كوزير داخلي ويبدأ باسكوا في عمليات ضرب لكل الجزائريين الموجودين في فرنسا اللي هم ضد الانقلاب سواء كنت فيس ولا مكش فيس ويعتقلوا العشرات ويسجنون العشرات ويرسلون العشرات إلى فلومبري ذاك الوقت كانوا يسموها فيما أظن وأيضا إلى بوركنافاسو ويكون مراد من بين الذين يجب الاعتقال انتاحهم راحوا باش يعتقلوه موجدوش يعتقلو زوجته في فرنسا هذه دولة الحقوق ودولة القانون في 93 واعتقلوا زوجته لمدة 24 ساعة ما كانش موجود كان موجود في الخارج كان مسافر طبعا أصدقاء وجيران قالوا له من أنهم اعتقلوا الزوجة وفرجع مراد والزوجته طلقوه بعد 24 ساعة هو هبط في مطار جونيف ومنذ ذلك التاريخ هذا الكلام راح نتكلمه على مارس 1993 وهو في جونيف يعني لم يدخل إلى بيته اللي كان في الحدود الفرنسية لأنه خلاص فرنسيين يريدون رأسه خدمتان لكابراناتهم اللي كانوا استولواء على الحكم آنذاك هذا فصل عميق يوما ما ربما تحطوا فيها وتحطوا في آخرين واش ماذا فعلت الحكومة الفرنسية وكيف اضطحضت الجزائريين بعد الانقلاب داخل فرنسا يبقى إذن في جونيف تقوم الحكومة الفرنسية بالضغط على مركز السيرن يوقف مركز السيرن يوقف مرادد هنا عن العمل كان يتلقى أجر بآلاف اليوروات آنذاك الفرنق عشرات الآلاف من الفرنق الفرنسي لا أعرف بالضبط لكن أعرف أنها كانت كان مبلغ معتبرا جدا يتوقف مراد ويعرض عليه بعض السويسريين هناك إلى آخره عليك أن تبتعد عن هذا الموضوع عن الفيس وعن وعن الانقلاب وتستمر في مجالك وتروح إلى آخر قالهم لا هذه قضية لا تتعلق بالفيس بقدر ما تتعلق بالشعب الجزائري الشعب الجزائري الآن تحت ضغمة عسكرية استولت على الحكم نحن سنقاومها سلميا إلى غاية من أن يعود الجنرالات إلى ثكناته لا يمكن لأنهم سيذهبون بالبلاد إلى الجحيم وهو الذي حدث السويسريين تحت الضغوطات الفرنسية يمنعون عنه وبعد أن رفضه والعروض التي كانت قدمت لها بأن لا يتدخل في الشعب الجزائري يمنعون عنه العمل ويقولولو حتى الإقامة ما نعطوها لكش حتى الإقامة مش حين نعطوها لك ستكون لك إقامة مؤقتة في انتظار أن تجد بلد ترحل إليه ويظل مرد هنا من 93 إلى نهاية أو منتصف 2011 18 سنة كاملة هذا الدكتور المتخرج من الأمايتي خريج الفيزياء النووية المتخصص في الفيزياء النووية أحد العقول البارزة الجزائرية يظل بدون عمل رسمي وبدون إقامة رسمية وتحاول سويسرا ترحيله لكن لا تجد له بلد خايفين النظام الجزائري النظام الجزائري لم يتوقف على ذلك خلاص تحبس هنا القضية معامر لا يتابعونه ويضطهدونه طبعا كنقل هو رأه في هذا الوقت رأم يضطهدون المئات من الذين يعترضون على الانقلاب أي تحمد رحمه الله كان مضطهدا كثيرين من الأفافاس اللي كانوا لأن أيتحمد والأفافاس خذوا موقف ضد الإنقلاب بعض الأخوان اللي كانوا في الحزب الشيوعي مثلا أيضا اللي خذوا طبعا رسميا لم دي ياسم شامع الإنقلاب لكن كائن آخرين رفضوا الإنقلاب فهذا أيضا تعرض لضغوطات ومن أطراف أخرى يعني كل الذين اعترضوا على الإنقلاب بغض النظر على الانتماء السياسي طبعا الذين كانوا ينتمون للجبهة الإسلامية أو متعاطفين معها كانوا هم الأكثر الأكثر اضطهادة في 94 يقوم مرد هنا مع بعض زملاءه خاصة عباس عروة وزملاء آخرين بتأسيس معهد الهوغار ومعهد الهوغار يختص في رصد الانتهاكات لحق الإنسان وفي إخراج مجموعة من الكتب الكتاب الأبيض الكتاب الأول الكتاب الثاني الثالث عن ما كان يجري في من ظلم عظيم من قهر عظيم من اختراق هائل لحق الإنسان فيقومون مجموعة إذن إصدار مجموعة من الكتب هذا الكتاب ستمنعه فرنسا بالمناسبة صادر بالفرنسية هو تمنع فرنسا من النشر يبدأ يدخل تحت جناح للناس في فرنسا وخرج فرنسا و مش هذا فقط بعدها بسنوات يقوم تقوم المخابرة الجزائرية باختراق بعض الشرطة السويسرية عنصر من العناصر الشرطة السويسرية ويقوم هذا العنصر بكتابة تقرير على أن مراد دهينة متورط مع الجماعات المسلحة إلى آخره إلى آخره وبالفعل تحقق السلطات السويسرية مع مراد مع مراد هنا في هذا الوقت تره بدأ ينشط الآن كعضو في الجبهة الإسلامية وكان دايما يقول لهم جئنا هنا رجلة شهامة لكي ندافعوا على المستضعفين لكن إذا تقوم السلطات هذا واحد من الشرطة من البوليس بنصب هذا الكمين على أساس أنه مراد إرهابي ويقدم هذا الشرطي تقرير هو زميله فيما تذكر إلى البوليس السويسري والبوليس السويسري يقدر يحقق ويدخل نظام الجزائري يقول لهم شفتوا وقلنا لكم عندكم إرهابي لكن يتبين فيما بعد يتبين أن هذا الشرطي الفرنسي سويسري تكشف القضية يكشفها الإعلام الحر ويتبين أن هذا الشرطي دفعت له أموال أموال الشعب الجزائري باش يكتب تقارير كاذبة عن مراد هنا باش يتهم مراد هنا وتحكم السلطات السويسرية اعتقد سلطات قضائية حتى تحكم بتعويض لمراد هنا عن كل ما تعرض له وتعرضت لأنه آنذاك طبعا الإعلام السويسري جاهها فرصة والإعلام الفرنسي والإعلام المناصر للعصابة فرصة إرهابي كبير مراد هنا هذا المتخصص في الفيزياء النووية هذا هو الذي يصنع القنابل هو الذي يفعل كذا ثم يتبين أنه كلها كانت فبركة قامت بها المخابرات الدياريس واشترت بأموال الجزائريين سويسري وهذا السويسري باش يغرق مراد هنا هكذا غرقوا العشرات من الجزائريين بالمناسبة يعني في مراد فيوقفه وهذه الواقع من حظ مراد هنا أنه فضح هذا الشرطي لأسباب أجهله أنا شخصيا لكن فضح هذا الشرطي وتبين أن القصة إذن وعشرات المقالات والكتابات والتهجمات والبرامج تلفزيونية مبنية على فبركة صنعتها المخابرات الجزائرية ولفقتها لهذا الرجل عن طريق شراء الذمام بالأموال الجزائرية في هذا الوقت تقريبا بعدها بشوية يكون مراد يستقيل من الجبهة الإسلامية بعد أن يطلق صراح علي بالحاج بعد أن يطلق صراح عباسي مدني علي بالحاج لم يطلق صراحه للأسف كان أنا ذاك مسجون لا كان يطلق صراحه في 2003 اطلق صراح عباسي وعلي بالحاج يقول لهم هاي الأمان لأنه فيما بين الوقت أصبح هو رئيس المجلس التنسيقي لجبهة الإسلامية في الخارج كان هناك الهيئة يرأس الربح كبير وكان هناك المجلس يرأسه مراد دهينة طبعا الربح كبير كان منذ 97-98 تخل في حسابات مع النظام وتخل تماما عن ما كان يدافع عنه وأصبح اللعبة في أيدي العصابات اللي تلعبت بها بس أخرى في الألفين وأربعة تقريبا في نهاية الألفين وأربعة تذكر تصل بي مرد هنا يقول لي نحن نقدر نضالك ونقدر مقاومتك وموقفك كانت بيناتنا علاقات كنا نعرفه بعضنا لكن قال لي وش رايك لو كان نؤسس شيء تنظيم تنظيم نواجه بهذه العصابات يكون في إطار واضح وهو يهدف بتغيير سلمي بتغيير نظام الحكم وقيام دولة مدنية هذا هو تقريبا العنوان وبعد نقاشات التقينا أنا وهو وأباس عروى ورشيد مسلي وأخري وبالفعل بعد سنتين تقريبا من لقاءات والنقاشات أسسنا حركة رشاد في أبريل 2007 في هذا الوقت رنا نزال تحت الإبطهاد وما تنسوش رنا الآن بعد 2001 بعد 11 سبتمبر 2001 العالم مقلوب انقلب العالم رأسا على عقب بعد تلك الأحداث وأصبح كل واحد مسلم أصلا أسمك محمد والله أحمد ممكن أنت تكون متهم ممكن تكون متهم أصلا يعني فبالك إذا كنت ناشط وإذا كنت تعترض أو إذا كنت فربما تصبح القضية خطيرة الحمد لله بعد ضغوطات شديدة وبعد عمور كثيرة يطول الحديث عنها مرت الأحداث وأسسنا رشاد في أبريل 2007 رسميا وعلن عنها من هنا من لندن وكان المشروع واضح ويستطيع الناس وإذا كان مساعد رئيس معفية ممكن أن يضع رابط لحركة رشاد لموقع الحركة واللي ره ممنوع في الجزائر تخيلوا يعني عندي موقعي الخاص ليه محمدزيتوت.com ممنوع في الجزائر عنا هوغار.org ممنوع في الجزائر اللي يشرف عليها بروفيسورة بسعر وعنا موقع رشاد.org ممنوع في الجزائر مرعوبين طبعا من شحنا برك اللي ممنوعين يعني أي كثيرين من المواقع أو لتعارض هذه العصابة ره ممنوع في الجزائر واش يقول يعني ها هو المثاق حركة رشاد اللي كان آنذاك هو اللي بنيت عليه الحركة واش يقول أولا في السؤال أول يجيب لماذا رشاد ثم حركة رشاد وأهدافها قيم ومبادئ حركة رشاد رح نقرار لكم بسرعة شديدة حتى لا أطيل عليكم على القيم فقط القيم ما هي القيم اللي تريدها حركة رشاد لماذا يعني ماذا تريد هذه الحركة ماذا ستضيف اللي هي بالمناسبة حركة معقتة كنا قلناها كثير من المرات قلنا أن هذه الحركة ستظل قائمة حتى تقوم حكومة مدنية في دولة مدنية يومها أو قبلها حتى ستزول حركة رشاد إذن هي وسيلة وليست هدف ولا تبحث عن سلطة ولا تريد سلطة إنما هي وسيلة للتغيير السلمي من أجل قيام دولة مدنية اللي هو أعظم وأكبر شعار رفع الشعب الجزائري دولة مدنية مش عسكرية تبوا نمزور جابوه العسكر ما كاش الشرعية الشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية دولة مدنية ثبت الحرك بفضل الله أن ما كنا نقول لسنوات طويلة رفعوا الشعب في شعارات نحن وغيرنا باش ما يكونش الإنسان يزكي نفسه أو كثير من المناضيين من مختلف التوجهات مختلف الإديولوجيات مختلف الأفكار مناضي للصادقين طبعا المناضيين مش كلهم يثبتوه كاين اللي سقطوه كاين اللي كل واحد على أول لكن كاين الناس اللي ثبتوه ومن مختلف التوجهات ومن مختلف القناعات الفكرية والسياسية فكرة قيام دولة مدنية واش يقول قيام ومبادئ حركة رشاد قيام ومبادئ الحركة باش منطولش عليكم يعني واشنه القيام دولة القانون أول قيمة رئيسية نستند إليها هي دولة القانون الثاني الشرعية الثالث السيادة الشعبية الرابع الطابع المدني الخامس المساواة السادس طابع الاجتماعي السابع التبصر الثامن المشاركة التاسع الفعالية العاشر الشفافية 11 المسائلة قيام الحكم الراشد الى درجة قبل ما نسمي ويستقر رأينا على حركة على اسم رشاد اللي كان ذات يوم في صيف 2006 جاءت الفكرة هكذا عنه وأصبحت رشاد كانت الحركة تسمى الام جي جي أو الام بي جي بالفرنسية ام بي جي موفمون باون جوورنانس وبالفرنسية وبالانجليزية ام جي جي موفمون فور جود جوورنانس اذا افكار افكار وقيم ومبادئ في الحقيقة اخذت بها الدول التي تطورت ونهضت واستقرت وها هي تضغو على العالم وها هي الشعوب كثيرة حرة مستفيدة من هذه القيم من هذه المبادئ طبعا نحن في اطارنا الجزائري اللي هو اطار اسلامي عربي امازيغي مغاربي افريقي كل هذه الابعاد بأخط معانيها بعالي اعتبار لكن هذه قضايا في الحقيقة تتفق عليها العقول الانسانية الصحيحة مع ذلك ها وعلى شي حرب فينا لأننا نطالب بالمحاسبة بالمسائلة لأننا نطالب بالدولة المدنية لأننا نطالب بدولة القانون لأننا نطالب بأن يكون هذه الدولة عندها طابع اجتماعي لا يفقر فيها الفقير اكثر ويغنى فيها الغني اكثر لا يضعف فيها الضعيف اكثر ويقوى فيها القوي اكثر لأننا نطالب بالمساواة نطالب التبصر نطالب المشاركة نطالب الفعالية وهكذا نطالب بهذه الاشياء واشياء يستطيع الناس ان يطلع عليها على الموقع لمن استطاع إليه سبيلا لنعود إلى مردهينا بين ذلك في 2012 يسجن مردهينا في باريس كان في لقاء مع الحركة في 16 يناير وهو عائد إلى سويسرا تعتقله السلطات السويسرية الفرنسية بين ذلك قبل ما يصل الاعتقال فقط أعطاته سويسرا لما بدأ الربيع العربي وشافوا التغيرات وسقوط القذافي ومبارك وبن علي ومن يش عارف السويسريين قالوا أوكي دارك نعطوك إقامة أعطاولوا إقامة بعد 18 سنة وهو في إقامة مؤقتة وعنده قرار بالطرد كانوا يحوصلوا السويسريين على أي دولة قبلوا وكانوا منعينوا من العمل تخيل دكتور يحمل هذه الشهادة العليا 18 سنة ممنوع من العمل الحمد لله هو استمر في العمل لكن بطرق خاصة في قطاع خاص وعمل الرئيسي والجهد الأكبر كان يمضي للقضية الجزائرية هو وإخوان كثيرين أعرف بعض إخواننا يوما مالو كان تعرفوا حقائق دفعوا سنوات طويلة من أعمارهم لم يستطعوا حتى يتزوج لأنهم كانوا حملين هم القضية الجزائرية ترون خلفه هنا ربما واحد من الكتب تشوفوا هنا كتاب هذا مثلا أو كتاب آخر عن تعذيف أو كتب أخرى أنشأها إخواننا لأس الحركة أو كانوا من أبرز أعضائها وبعضهم هؤلاء رفض أن يتزوج لأنه قال لن أستطيع أن أقوم بأسرة والجزائر في هذه المحنة الكبرى ولم يتزوج ونعرف على الأقل هنا اثنين منهم إلا بعد سنوات من الألفين بعد أن هدأت الدماء والعنف والقتل اللي كانت قامة به العصابات وتمكنت وآتت ببتفليقة بعدها باش استطاعوا أن يتزوجوا وعلى أن آخر زواجهم سنوات طويلة إذن في 16 يناير يعتقى المراد هنا في باريس وتقوم السلطات الفرنسية يقولون له عندنا طلب باعتقالك وترحيلك للجزائر قبل ذلك كانوا تقدموا بعدة طلبات للسويسريين يقولون لهم فيها إنه إرهابي وإنه يشرف على الإرهاب وأنه السويسريين كانوا يقولون أنتم مرة عندكم عقل ولا لا يعني أنتم تعرفون ما هو الإرهابي في بلادنا نحن هذه البلدان المتفوقة تكنولوجيا وعلميا وآمنيا وعسكريا أنتم تعلمون فكانوا كل مرة السويسريين يقولون لهم هل تتنسخروا ولا تتكلموا كلام صواب هذا رأى مراقب طول الوقت هو ومن يلتقي ومن يغير ونحن نعرف خطواتهم وتحركاتهم بالمناسبة في ذلك الوقت كانت العصابة تشيع من أن مراد هنا يسكن في أرقى الأحياء في سويسرا في جونيب وأنا دخلت البيت بيت متواضع شقة متواضعة في حي متواضع وهذا واقعنا جميعا واقع إخوانكم جميعا نحن لم نخرج من أجل المال لو أردنا المال لو وصلنا له لو أردنا المناصب ولو وصلنا لها ما كانش مشكلة وحتى مع هذه العصابة ظلت تقترب منا وتأتينا بالعروض اللي يعني ربما يطول الحديث فيها بما فيها مناصب وزراء مراد عرض عليه أن يأخذ منصب عالي إذا قبل بأن يتوقف عن قول دولة مدنية عن قول عودة العسكر إلى الثاكانات ما كانش يقول مراد مثل ما رفع الشعار جنيرو على بوبال جزير تدي الاستقلال كان يقول نان جنيرو كازين كم مران كلنا نقول فيها لكن الشعب خرج وقال جنيرو على بوبال جنيرالات إلى المزبلة شوفوا كيفاش ينظر لكم الشعب وشعب اخرج وقال مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية باش ما نطولش كثير إذن يعتقى المراد وتفرح بعض الجهات داخل فرنسا خاصة أنهم عندهم حسابات معاه تعود إلى سنة تلاتة وتسعين ويوضع في سجن ويتقدم نظام الجزائري وعطوله الفرنسيين ربعين يوم ويقول لهم زيدوني ربعين يوم ويزيد مراد يعتقر ربعين يوم أخرى في هذا الوقت رأو كان هو المدير التنفيذي لمنظمة الكرامة وهي منظمة خاصة تدافع عن المظلومين والمستضعفين في الأقطار العربية منظمة الكرامة أيضا تلقت كثير من التشويه لو تعرف الناس حقيقة منظمة الكرامة لصنعت لمن صنعوها لو كنا نؤمن بالتماثيل لصني عليهم تماثيل لكن التاريخ سينصف الناس وسينصف الأحرار وستسقط كل الأكاذيب وهذا التشويه اللي لم يتركوا شيء لم يشويهوه في الأحرار إذن الفرنسيين يزيدوا يعطوهم ربعين يوم ويبقى مراد ربعين يوم ستة أشهر مئة وعشرين يوم وهو مسجون ثم الفرنسيين يقولون هذه المرة ما نقدروا نشده أكثر القانون يقول لن نستطيع فوق المئة وعشرين يوم يتقدمون بملف النايب العام الفرنسي الذي كان لحد ما ربما متحمس لاعتقال مراد هنا يشن هجوم عنيف على النظام الجزائي قلهم تم مهزلة مصخرة فرقتمونا نضع رجل نبعده على أولاده الستة في هذا الوقت مراد عنده ستة أطفال وستة أطفال في الغرب صعب جدا تربية الأبناء في الغرب مش سهل وعنده زوجة وعنده فكانت طبعا حياتهم قلبت رأسا على عقب في 2012 فالنايب العام يغضب بشدة لأنه هو اللي كان كل مرة يقولوا له رح ينجيبولك الملفات اللي لأن الملف اللي اعطاهه يقولوا له يقولوا له شكل جماعي إرهابية تنشط في سويسرا ما بين 97 و 99 نفس الملف اللي كانوا يرسلوا لسويسريين والسويسريين كانوا يرموه لهم في المزبلة ويقولوا لهم بركاكم انت مصخير فالنايب العام الفرنسي قال لهم بركاكم انت مصخير قال لهم هذه مصخرة هذه مهزلة فركتمونا نأخذ هذا الشخص ونضعه هنا إلى آخره وكان في شكل وهو اللي كان متحمس أصبح شبه معتذر معتذر لمرد هنا وأطلق صراح مرد هنا يوم ربعة وخمسة جوليا 2012 بعدها حوالي ستة أشهر في الاعتقال تعس في ظلما وعدوانا العصابة تستخدم أموال الشعب الجزائري باش تحرك بها دول وتعطيها الدول باش تضطهد وتطارد الذين يريدون نهضة الشعب الجزائري والوطن الجزائري بل المنطقة المغاربية ككل فنفس التهمة إذن تشكيل منظمة إرهابية يعني واحد يعيش في سويسرا يشكل منظمة إرهابية وتنشط بالإرهاب وديرله بعد طيارة ومن يش عارف ومعمر أسلاح كلام ما يمشيش حتى في فيلم الهند مسخرة من المساخر تعالى إصابة نعود إلى الوثيقة الآن باش بعد ما بعد ما حدثنا طبعا في هذا الوقت كان كثير من الحديث على مراد وعلى نشاطاته وعلى جهده وعلى ما يقوم به لعل التاريخ يوما ما ينصف هو وإخوانه وهم كثيرين هناك من تعرفون وهناك من لا تعرفون الجنود المجهولين اللي يعطاوه صحتهم وقتهم أموالهم تركوا أحيانا أسرهم أو لم يتزوجوا أو باش يخرجوا حقيقة البؤس والظلم والقتل والتعذيب والتشريد اللي كانوا يقوموا به كابرانات فرنسا وم بعد الكابرانات نتعى الكابرانات نعود إلى الوثيقة وحاول أن نختصر نعود إلى الوثيقة إذن التي وضعتها جانبا لما قلت لكم خلونا نشوف من هو مرد هنا هذا الذي تطارده العصابة إن شاء الله ما تعجز ضاعف وسط الأوراق ها هنا إذن الوثيقة هذه هي وثيقة استيلام مرد هنا واش يقول قال لك في قال لك هما اعتمادا رح نترجم لكم مباشرة باش ما نقراش فرنساوية ونعود نعرب نترجم حاول نترجم مباشرة استنادا ونلخص استنادا إلى وثيقة التعاون أو إلى اتفاقية التعاون الكونفنسيون معاهدة التعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا الموقعة في 2006 وبناء على المادة كذا وكذا فإننا نتقدم إليكم أيها السويسريون أيها الحكومة السويسرية ونطلب منكم تقديم مرد هنا لباباس ما كذا ومسمها كذا إلى آخره والخلاصة هي التهمة كما قررتها لكم في البداية منخصها الانتماء إلى جماعة إرهابية وبهدف نشر الرعب داخل الشعب وخلق جو من لا أمن وتهجمات معنوية وجسدية أيضا واستعمال العنف إرهابية لكي نختصر لكي نقرأ لكي نختصر إرهابية 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 تخيل تخيل الكذب الناس تعرف مراد يخرج كل خميس أو كل جمعة عنده تدخل ويعرفوه في الناس اللي تتلقا في المظاهرات ويعرفوه من حين يظهر ويعرفون كم هو مسالم هذا الرجل مسالم ليس جبان لا عنفي ليس خواف راديكالي ليس متطرف جذري ليس متنطع لأن بعض الناس ربما يشوف آه مسالم أنا خاف لا لا بالعكس السلمية هي قمة القوة لأنك تواجه صاحب القمع والقهر وتواجه بالكلمة وهذا في الحقيقة نحن مسلمون ويعرف الناس أن أنبياء الله واجهوا خصومهم ومن كانوا معهم بالكلمة كلهم بالكلمة الأنبياء الذين قاتلوا اللي يصبحوا رؤساء دول أو ملوك مثل الملك داود عليه السلام أو الملك سليمان أو حتى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أصبح رئيس الدولة الكلمة اللاعنف السلمية الكاملة لكن مع الثبات والصدق والصمود الذي يجاوز صمود الجبال إذن يتهمونه بأنه يعني وهذه التهمة بالمناسبة موجهة لي أنا أيضا موجهة لي عباس عروة موجهة لي نزيم موجهة لي يحيا هذان اللي خرجت عليهم يعني اللي خرجت وثائق بالأسماع لكن اليوم أنا أخذت مثال تعمر الدهينة إذن 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 إلى هذا الحد سؤال بسيط اللي يسألوه هؤلاء تكذبوا على الحي أو الميت رقم ما زلته في الستينات والسبعينات والثمانينات أو حتى التسعينات يكره العالم يشوف رأي نتكلم الآن ويشوفني اللي في أستراليا واللي في أمريكا واللي في هولندا واللي في سيدي نعمان واللي في الجلفة واللي في تامنراست واللي في مدى غشقار واللي في قطر واللي في فرنسا واللي في المانيا أو في ماليزيا أو في الإمارات إذا النسر يتشوف النسر يتسمعنى � واللي ما يشوفك ع العasto يشوفك على malaria واللي ما يشوفك ع ويشوفك في القناة يشوفي هيقرارا لك بصدالية يقرارا لك تغريدة يقرار 보 لكن lleون لك القيارت العام بوا الكاذب العلني دعا الشعب الجزائري مرد هنا دعا الشعب الجزائري لرفع السلاح في الحراك نعم آن بعد على من تبنى القصة تبنى القصة باش نختصلكم الوضع على هذه يعني القصة هاي هنا كلها في عدة صفحات على وش مبنية خالينا نختصلكم الوضع هاي على وش مبنية هاي حبنا نتعلم الفكر المسلح الفكر الجهادي والعوف حبنا ننشره للمجتمع الجزائري حفرها أولا هذا هذا نردي زاد ودهينة وعربة زيتوت اتفقنا كيف نطيح النظام هذا هما حرضوا باش حرضوا الحركة بالسلمية وحنا ندعمهم بسلاح وكيف سمالية كانت تحولت إلى ثورة هنا كنا نبازوا عليهم تعمل باش يحرضوا الشباب يحرضوا الشباب يحرضوا الشباب يحرضوا الشباب للحراك يحرضوا هنا كنا مع الأولان نقولهم بلسلمية ندعمهم بسلمية بسهنا نحب نختارقهم باش تقول لي أمر بسلاح وجهة هنا سلمية ما نستعرفوش بها هاي حرضوا ببالكراسية المتالي سلمية ما يستعرفوش بها هو هذا هذا ركم طبعا الكثير من الناس تابعوه لكن خليني ربما الناس لي ما تابعوش أو بعض الناس نعود نذكرهم شوية نجدد لهم المعلومات هذا يسمى حسن زقوان زرقان وهو من الأخضارية وهذا هو الاسم الحقيقي حسن زرقان المعروف بيدحدوه أبو جليبيب أبو الدحداح جليبيب أبو الدحداح وهو مولود في 27 جونبي 74 ويقول من أنه انضم إلى الجماعات المسلحة في 94 كما تتذكرون كانوا أتقلوه قبل حوالي سنة ونصف يمكن في هكذاك واحد سنة ونصف وداروا منه قصة وخرجت الشعب الجزاري يضحك عليهم ولت اللي يجيبوه بهذا الشكل يسموه الناس دحدوحي استهزاء مصخير يعني في هذا المقطع طبعا هو المقطع فيه طويل ومقطع هو يقول باللي هذو الناس تاع السلمية ونحن ما تساعدناش السلمية كنا حابين نخترقوهم كيفاش تتخترق هذا الناس يعني وهذا الناس بنضالهم اللي أقل واحد فينا في النضال عشرين سنة أقل واحد يعني كيفاش تخترقهم يعني مسكين طبعا هذا ما يولامش قالوا له واش يقول تحت التعذيب وتحت الشينيول وتحت التهديد بالاختصاب إلى آخره كلش ممكن يقوله فهو لا يولام على ما قال حتى واحد قريب منهم هكذا بعث رسالة قال ربما سامحونا قلنا له لا 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 تقول شيء نحن عارفين اللي عندهم ما نلموش يقول أي شيء تحت التعذيب بتاع المخابرات الإرهابية مسكين ما كان عندهم مسجون وخرجوه داروا فيلم لكن فيلم ما صدقوش البساطاء العقول ما صدقوش الأطفال ما صدقوش والشعب الجزائري كلها كان يضحك عليهم أنا ذاك لكن احنا كنا عارفين أنهم يجهزوا في شيء وبالفعل خرجت الوثيقة وهنا يتهم فيها مرد هنا وأمير دي الزيد ومحمد العربي الزيتوت في هذه الوثيقة بالذات في هذا الموضوع احنا ثلاثة طبعا كان قضية أخرى له قضية وهران وكان قضايا أخرى كثيرة جداً أنا واحد يرام حكم علي واحد مئة وستين سنة هذه اللي عارفها يعني عشر سنين هنا عشرين سنة لها خمس سنين هنا وهم يعرفون أني وأنا دبلوماسي سابق ويعرفوا التاريخي كله لكنه الكذب يكذبون أكثر مما يتنفسون المهم الخلاصة هي هذه باش ما نطولش عليكم بناوا منها قصار ودخلوا فيها وعطوا التفاصيل وقال لك لكي يعطونها هذه التوابل ودخل فيها ظواهري أيمن ظواهري ودخل فيها دروتكال ودخل فيها القاعدة ومانيش عارف وزريف فاروق ومانيش دخلين فيها جايبين جعل أسماء اللي ممكن توثير شي عند الناس والهدف قال اكتصل بنا عن طريق تليجرام وعن طريق فيسبوك وردينا عليه وقلنا له ايه احنا معاكم واحنا مع القاعدة والناس تعرفني هنا وانا كم نددت وكم اعترضت على الذين يحملون السلاح ونحن نعرف انهم قلة والناس تعرف موقفنا المسالم والسلمي ربما في الالف فيديو اللي درته في الحراك فقط منذ بداية الحراك فقط ربما ذكرت السلمية في كل مرة على الاقل عشر مرات يعني ذكرت اقل شيء عشر الاف مرة لا اعتقد ان هناك شخص اخر بدون اي تفاخر لا اعتقد ان هناك شخص اخر ذكر السلمية كما ذكرناها نحن انا كشخص او نحن في حركة كما نحن في حركة رشاد مع ذلك لنعرف هذا النظام ثم انها قناعتنا قناعة استراتيجية ان التغيير الاستبداد عندما يكون داخل احتقلال يكون بكل الطرق الا السلاحة واول الطرق اللا عنف ثبات وإلا تصبح بحار من الدماء ومن الفساد وشفنا ما صرفت سعينت فيكتملون واثقة هنا وقال لك بالفيسبوك واتصل وقلنا له قال لنا الى اخره ومليء بالاخطاء يخطئون في الاسماء الى درجة اللي ترجم لهم قلت انا هذا يستخدم ترجمة مع انهم مدفعينه من هو ترجمة مطابقة ودافعين فيها فلوس هذا هو المترجم انتاحهم في لقطة معينة يقول لهم يقولوا بمعنى بمعنى هو ترجموها من بدأ ينشر ينشر جاتوا هنا من بين الكلمات يعني يعني ينشر هكذا يعلق او تضعها بدل في بلي لك حتى اللي يترجمون هم يدد راهم بك ومليئة بالاخطاء ومليئة بالاسلوب المعكوس ومرات اسمه مرد هنا ومرات اسمه بند هنا هذه هذه وحدها لو كانت ترسلوها لأي قاضي محترم تغلطوا في اسم المتهم يرميها لكم على وجوهكم ليس يوريلك هذا العجز هذا العصابة اسم انتاح متهم تغلط فيه عنده ثلاثين سنة يواجه فيهم رفعوا لي عشرات القضايا في الداخل وفي الخارج يغلطوا له في اسمه اخطاء اخرى مليئة بالاخطاء الخلاصة انه واش يقول ثاني خلينا نقرأ لكم واحد المقطع صغير انا اسمي ايضا غلطين فيه العالم اجمع يعرفوا وانا عندهم وكنت موظف وخدمت ديبلوماسي وانا زيتوت هي بال اي زاد اي تي او اي تي دايرينها بال زاد ا اي كيف يقول لك ذباب خدمة انتا ذباب المهم الخلاصة عندهم اني انا ومرد هنا وامير ديزات في هذه القضية بالذات دعينا الى رفع السلاح ودعينا الى حراق البلاد والى نشر الرعب والى وانتم تحكمون وانتم تعرفون وانتم تسمعون واحناك فيه ثلاثة تعرفون وتسمعون منا تقريبا من حين الى اخر للأسف للأسف نحن امام عصابات لم تعد تتقن حتى الكذب لم تعد تعرف حتى كيف تكذب ترجمة نانسي قنقر